بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداد السلام عليك يا رسول الله نحن سنجلس بين دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسرب من شهد كلامه صلى الله عليه وسلم ونجل بصائرنا بأنوار هدايته صلى الله عليه وسلم نريد أن نجلس هذا الوقت الذي سنجلسه ونحن نهطر قلوبنا بسماع حديثه صلى الله عليه وسلم ولذيذ خطابه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم أننا أرضى أن نتكلم عن حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحاول نقرأه بقراءة تنور قلوبنا حديث عن نقرأه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وكان يقول كان إبراهيم أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق هذا الحديث من أجل أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس أنهما لما يقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عارفين الحديث هذا يتعلق بمجار التربية و شوية هم شايفين أنه و هم بيتكلموا عن مجال التربية و أن الحديث ده بيتعلق بالأولاد لكن الحديث هنا بيتعلق بمعنى حضاري و قيم حضارية و وعي في التعامل مع ققية أولادنا و حمايتهم من الحسد و العين فصلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا قيمة مهمة جدا و هي قيمة الرعاية للأولاد و حمايتهم حمايتهم مش بس من أصحاب الشرور من بني آدم لكن حمايتهم حتى مما يصلهم من عالم الغيب من الشيطان و وسواس والجن و عيون الناس فبيقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن حضارة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوزه سيدنا الحسنة و سيدنا الحسين عليهما السلام زي ما كان سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يعوزه سيدنا إسماعيل و سيدنا إسحاق عليهما السلام فده أدب من أداب اللي علم عنا حضارة النبي صلى الله عليه وسلم و سنة لازم نعيش مع أولادنا بس أنا دايما ما بتوقفش عن حديث رسول الله عليه وسلم وهو بيعلمنا بس أن نحن نستعيذ بمعنى أن نحن نعيذ أولادنا بمعنى أن نحن نحاول أن ندفع عنهم الضر بغير أن نعلمهم قيم مهمة جدا جدا هذا الحديث و علمنا قيمة مهمة جدا هو قيمة أن نستودع أولادنا في أمان الله يعني إيه أن نستودع أولادنا في أمان الله تعالوا نهدأ حضرت النبي كان صلى الله عليه وسلم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة كلمات الله التامة كلمات زي لا إله إلا الله خير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله زي الكلمات الخفيفة زي سبحان الله والحمد لله زي الكلمات التي تملأ حياتنا بالمعنى زي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم زي بسم الله الذي لا يضر ما يسميه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم زي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحي كل الكلمات اللي فيها توحيد الله وأن الحياة بيد الله وأن العيش يكون مع الله سواء كان بقى معنى الكلمات التامة إن هي تمة الفضل أو تمة البركة لأنها تمضي معنا وتستمر أثرها في حياتنا ولا يردوها شيء البتة في كلمة كاملة لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناس لأنها كلمات الله هذا المعنى مهم في فهم معنى كلمات الله لأنه لما بعض أفكر في معنى كلمات الله يكاد يطيش عقل الإنسان لأن ربنا سبحانه وتعالى لما حاب يصور لنا حجم الكلمات دي ضرب لنا هذا المثل سبحانه وتعالى وهو يكلمنا عن كلماته فيقول سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا تخيل دي كلمات الله فتخيل لو كان كلمات الله كمان موصوفة بأنها كلمات الله التامة فأنت بتتكلم عن شيء عظيم شيء كل ضر ولكن أخذت كلمتها من المعنى الذي هو منسوب إلى الله فلو نظرنا إلى كلمة لا إله إلا الله لو نظرنا إلى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لو نظرنا إلى كلمة حسبي الله ونعم الوكيل لما نظرنا إلى كل هذه الكلمات فسنجد أن هذه الكلمات كلها تحيلنا على من؟ على جليل قدر الله سبحانه وتعالى فإحنا بنعلم أولادنا إيه؟ بنعلم أولادنا أن حياتنا ملها حياتنا إذا نظرنا إليها لا نقول بأنها تخلوا من المخاطر فتخلوا من المخاطر مصدره قد يكون حسي زي الأشياء المؤذية الحسية زي الهمة زي الأشياء السمة زي الحية والثعبان وغيره فأشياء ونشوف إحنا الحاجات دي إزاي الربط بينها إيه اللي حاصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعيزهم من الشيطان من الشيطان وكل ما في الغيب مما يمكن أن يؤذي الإنسان من وسوسته من خبسه من أزاء وكذلك من الأشياء الحسية وكذلك من الإنس وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعيزهم من كل مصادر الأزة سواء كان مصادر الأزة ده حسي زي الهمة أو زي كان غيبي زي الشيطان أو زي كان من الإنسان دي أكثر المصادر اللي بتيجي من هالأذة للإنسان فبيعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة مهمة دايما بنتعلم وخاصة دايما فيه ناس كتيرة وهي بتقرأ الأحاديث بيبقى أهمها أن هي تقول وتتكلم عن قوة الكلام لكن الحقيقة أن حضرت نامي ما كانش بيحن على قوة الكلام كان بيحن على الدخول في أمان من الكلام منسوب إليه يعني إيه يعني بيحن على الدخول في أمان الله أعيذكما بكلمات الله التمات يعني على فكرة ليس بعيدا أن يأتي أحد ويقول ليس بعيدا في فهم الحديث أن يقول أحدهم وكل كلمات الله تمات يعني كأنه بيقول أعيذكما بكلمات الله التي هي التمات يعني كل كلام الله تام ولذلك إلا حاصل كلام الله سبحانه وتعالى لا يتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه فكلام تام تم المعنى وتم البركة فجزء من الكلام التام هو إيه اللي حاصل جزء من الكلام التام هو تم ماذا تم إدخال العبد فيه حمى مولاه سبحانه وتعالى طب المعنى ده أنا عايز أسس بيه عايز أسس بيه أن كلمات الله تذكرنا بأننا إيه اللي حاصل تذكرنا بمجموعة من المبادئ خمس مبادئ مهمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله لك أن الأقدار حامية للإنسان ومطمئنة للإنسان بأنه في حمى الرحمن ولذلك كل حياتك محمية كل حياتك مضمونة فلما كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو على سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ولاحظ هذه الحالة العائلية سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين ويعوزهما هي حالة فيها أمان مش حالة فيها خوف يعني الحالة اللي فيها حضرة النبي دي حالة تشعرك بأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مش خايف عليهم ومرعوب عليهم وعايز يأمنهم لكن حضرة النبي بيعلمهم القيمة وخاصة في وجود سيدنا عبد الله بن عباس ليه في وجود سيدنا عبد الله بن عباس لأن ما ينفعش نفهم ده من غير ما نفهم أن رسول الله كمان بيربي سيدنا عبد الله بن عباس وبيعلمه بيعلمه ايه استعن بالله تجده تجاهك استعن بالله ولا تعجز مش هو ذات العلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا عبد الله بن عباس يا غلام كل بيمينك كان دائما يعلم سيدنا عبد الله بن عباس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقوله استعن بالله ولا تعجز فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يعلم سيدنا عبد الله بن عباس الدخول في أمان الله فكان فيه تطبيق عملي ويبدو أن سيدنا عبد الله بن عباس كان بيهتم بهذا الملف أيضاً ملف أمان الله أن نعيش في أمان الله أكتر حاجة محتاج لنا في هذا الوقت هذا المعنى المهم داخل تعويز حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين بكلمات الله التمان اللي هو أي أنهم في أمان الله ولذلك أول معنى بنقوله هنا بيكشف لنا عن القاعدة الأساسية أن الأقدار مطمئنة للعباد أن عليهم من الله أستار فلا يصل إليهم أحد لا بدر ولا بأخطار هنا في أثواب علينا الأقدار رمي علينا لم يعلينا إيه زي ما بعض الناس بيتكلموا عن ما يسمى بالقبة الحديث لا لا إحنا عندنا قبب قبب سماوية بتحمينا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بهذه القبب السماوية اذكروا كلمات الله التمات حتى تذكروا بأنكم في حمى الله حمى الله من الأذى الحسي في الهامة حمى الله من الأذى الغيبي اللي في الشيطان حمى الله من الأذى الإنسي الذي في الإنسان المتمثل في عينه الحاقدة إن الحقد ذاتي يوصل إلى الانتقام أو يوصل لهذه الطاقة الغضبانية وكل ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه بيعلمهم فيعيذهم من الشيطان ومن كمان الهامة ويعوذهم كمان من العين الحاسدة إيه بأ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا في هذا الحديث نعم نحن نقول بأن رسول الله بيعلمنا هذا هذه الاستعاذة وهذا التعويز وهذا الحال الذي يدخل فيه الإنسان عندما تذكر هذه الكلمات جامعة وهنا رسول الله بيعلمنا أدب مهم أن نحن نجمع كل الكلمات فبدل من نقول أعيذك بلا إله إلا الله وأعيذك بلا حول ولا قوة إلا بالله وأعوذك ببسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض أو أشوف هنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم شوف كده هذه كلمة من كلمات الله التامة هو عايز يقول لهم إيه عايز يقول لهم يردد على سمعهم أني كل هذه الكلمات تذكرهم بأنهم في حمى الله سبحانه وتعالى طب حد يقول لي هل الكلمات فيها قوة تجعل الإنسان معوذ تجعل الإنسان في حمى الله طبعا لأن هذه الكلمات أيضا وكأن الإنسان يتعوذ فيها يتعلق فيها بحمى الله بمدد الله بكرم الله فكأنه مضطر إلى حمى الله فالله سبحانه وتعالى يسعفه بهذه الحمى فالأدب الثاني اللي بيعلمهنا الحديث إن احنا نأتي بالأشياء الجامعة ونعرف أن الله سبحانه وتعالى القضية ليست فقط قضية الكلمات لكن قضية القلوب الضارع المتعلقة بالله أعيذكم بكلمات الله التامات فكأن رسول الله جمع الكلمات كلها وكأنه بيقولهم القضية هو تعلق قلبك بالله ولذلك لم يأتي بتعيين للكلمات لأن كل الكلمات إذا كانت تجعل القلب مضطرا ومتعلقا بالله فهي تحمي الإنسان ليه طيب أمن يجيب المضطر إذا دعا يعني خليكم متعلقين دائما بالله تدخلوا في حمى الله الحاجة التالتة والمهمة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل هذا الأدب العجيب إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيجعلهم من هم وفي الصغر يتعودوا إن هم ماذا يتعودوا إن الأخطار ليست فيها قوة قوة تجعل الإنسان ينهار أي خطر يعني لما ألقى هذا على أثناء سمعهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلمهم الشر ولكن يعلمهم ماذا يعلمهم أن البشر عبيد الله وعبيد الله سبحانه وتعالى لا يخافون مهما تعدد مهما تعدد الخطر لأن الله سبحانه وتعالى رب البشر فبيعلمهم من هم وصغار إيه اللي حاصل يعيش وينطلق في الحياة في حمى مولاه مش بيعلمهم أن هم يعيشوا في الخطر لأنه لو لم علموا من التعاوز يكون بكلمات الله فعرفوا أن كل الأخطر دي أهوا ولا تسوي شيء في أمام كلمات الله الشيطان لا يسوي شيء إن كيد الشيطاني فلما هو يجي يسمع كده آه إن كيد الشيطاني كان ضعيف فكيف يقف أمام كلمات الله التمات وهذه الأشياء ولا اللديغ لما رقى الصحابة لما رقوا اللديغ بالفاتحة وكذلك لما الإنسان يرقي نفسه بالمعوزتين من الحسد إذن يتعود الإنسان أن ينطلق في الحياة بصلابة وبقوة لا بخوف أمر الرابع إن الإنسان لما يسمع وعيدكم بكلمات الله التمات إنه يعرف أن ذكر الله أكبر ويتعلم قيمة الذكر ويتعلم إن الذكر ده حياة ويتعلم إن الحياة تكون بالله أنا جليس من ذكرني فإذا كان سيكون جليسا لله سبحانه وتعالى فكيف سيصل إليه الضر فلما يقول أعيذكم بكلمات الله التمات خلاص أنتم مذكورين عند الله فيتعلموا قيمة الذكر بأن الذكر حماية من المخاطر وآخر حاجة لنختم بها أني حضرة النبي بيعلمهم أني الحياة كلها لا تسوي كلمة من الله وأن المخاطر كلها لا تستطيع أن تقف أمام كلمة من قلب ضارع متعلق بالله سبحانه وتعالى يا رب جعلنا للدوام في أنوار هذا الحديث وفي أسرار هذا الحديث وجعلنا يا رب نحيا مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحيا دائما لا نخاف من شيء لأننا في حما من يملك كل شيء ونستعيذ دائما بكلمات الله التمات من أي خطر فإننا إذا ذكرنا الله أصبحنا في حضرة الله ومن يستطيع أن يصد إلينا والعبد في حما مولاه اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتقنون بأنه لا خطر ينفذ إلينا والعبد بين يدي مولاه يا رب العالمين أكرمنا بهذا المعنى على الدوام يا أرحم الراحيمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتخي بحضراتكم ونعرض أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ونقصص له وقت عشان نجلس فيها في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونتلقى مدده وبركته وتوفيقه سبحانه وتعالى ونجيب على أسئلتكم المباركة في مثل هذا الوقت تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا أول سؤال وصلنا بيقول طب بعد إذنك ممكن نتكلم عن الأزواج اللي مش شايلين مسئولية دول جزاؤهم إيه عند ربنا دول ظلمين ولا عزوا بالله دول ظلمين والظلم وظلماته يوم القيام الرجل الذي لا يقوم بمسئوليته سواء المسئولية ديت مسئولية مادية أو مسئولية من الرعاية ومن الأخلاق إنه يحمي بيته وإنه يسعى عليهم وإنه يرعاهم وإنه يحميهم من إنه يتعرضوا لكل ما يتعرض إليه إنسان وهو قادر على ده آه ده يبقى ظالم ولا عزوا بالله لكن لو لأينا راجل بيكتهد وبيسير وبيبذل كل مجهوده ويبيت كما قال صلى الله عليه وسلم يبيت وكلم من عمل يدي ومش عندهش فلوس ومش قادر يجيب فلوس أكتر من كده يبقى إيه اللي حاصل يبقى دوته ليس عليه إث يبقى إذا بذل وسعه وسعى ليوفر النفق ولم يستطع يبقى خلاص ليس عليه إث الأمر التاني إذا كان هو بيبذل مع عنده وربنا قضى عليه إنه هو أولاده صعبين شوية أو حياته صعبة شوية يبقى خلاص يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه يبقى إذا هو بذل الوسع ومن أفضل الأشياء اللي أنا بقولها دايما إن الستات بتقدر بتقدر يعني إيه يعني الرجل إذا بذل الوسع الستة هتقدر لكن هو في بعض الأحيين يقول لها دا اللي أنا قادر عليه دا اللي أنا قادر عليه يعني إيه وهي فهي تحس إنه هو مدلهم عامش الحياة فإحنا عايزين بس نعتدل في الحكم ده لأن أنت سألتيني عن قضية عامة فأنا بكلمك عن ثلاث أجزاء منها في هذه القضية أول حاجة إن الرجال الذين يقصرون وهم قادرون على أن يبذلوا فلم يبذلوا هم ظالمون ظالمون ليه لأنه بيمنع زوجته الحق إن لأهلك عليك حق فإذا لم يعطي لأهله الحق الذي عليه لينفق ذو ساعة من ساعة ربنا قال كده طب وإذا أنفق ما أنفقش من ساعته وإذا كان هو من جزء من أنفق من ساعته يستعي على العيال فإذا هو لم يسع على العيال بنشوف ناس كتيرة جدا 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 قعدة ونيمة وسيبة ومأنتخة وسيبة الحال وسيبة الأولاد يتوجعوا ومحتاجين هو بيقول أعمل لكم إيه تكتهد تنزل تجاهد زي جهاد الرجال سيدنا سوفيان الثور بيقول سيدنا سوفيان الثور بيقول عليك بجهاد الأبطال الكسب الحال والسعي على العيال فأنت تسعى وتسير وتكتهد فإذا تركت هذا فهذا شكله من أشكال الظلم طب لا هو بيعمل اللي عليه ومش قادر وبيجري من هنا وبيجري من هنا ومش لأي فرص عمل وبيجتهد بشتى الصور أنه هو يوصل لأي حاجة وراضي بأنه يعمل أي عمل عشان خاطر أولاده وبيجتهد وبيعمل الحمد لله ويبيه يتكلم العمل هي دي الحمد لله ده في مسألة الرزق طب وفي مسألة الأولاد بيجتهد أنه يتعلم ويحاول ليحسن الأولاد ويرعاهم ويأمنهم ويكلمهم ويقعد معاهم ويشوف أحوالهم تمام التمام كده يبيه عندنا الهدف اللي احنا عايزينه يبيه عندنا يبيه عندنا مطالب في الحقيقة ما تنفعش تتطلب ويبقى عندنا مبالغات وفي بعض الأحيان بيبقى الناس عندهم مفاهيم مغلوطة عن الزواج وإن دوت أنا مش ملزم به برضو دوت بيناحتاج أنه احنا نعالك يبقى أنا كلمتكم عن الحالة دي بكامرة لما سألتني نتكلم عن الأزواج اللي مش شايلين مسئولية قد يكون الشخص دوت خلاف التقدير وقد يكون دوت هو قائم لا يقوم بمسئوليته فيكون ظالما أو يقوم بمسئوليته وإحنا مش شايفين ده أو إحنا مختلفين هو يقوم بمسئوليته ولا لا يقوم بمسئوليته نعم السؤال بعد كده بيقول أنا بنتي متزوجة ومليش غير أخ واحد وأم كبيرة في السن مش دايما بروح عندها لكن بسأل عليها بالهاتف وأخي المتزوج بيروح من وقت للتاني وأحيانا بيبات معها على أنا كده علي وزء أو حرام علي بدل سألنا السؤال ده يبقى فيه في الأفاق إما زعل للأم أو كلمتين من الأخ إنه مفروض أحس من ده أنا مش هقولك أنت قاسم ولا لأ اللي أنت عاملها دا وتلقى وراضي أمك فده حسن لكن أنا ما بحبش المعيار ده أنا بحب المعيار أن تزيد دائما أن تزيد دائما بما لا يخل في حياتك بر الوالدين ده قيمة كل ما الإنسان بيزود فيها كل ما بيترقى في المراقي يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني الإنسان بيترقى ومن أكتر الحاجات اللي تزكي النفس بر الوالدين فترقي فأنت حاول تعملي إيه؟ لو أنت حسن أن ده مش كافي ترقي بغير أن تفسدي حياتك الزوجية وأنا شايف أن الأمر ده ممكن أن يبقى سهل بالاتفاق مع الزوج أن أنا بدلا ما كنت بتكلم بالتليفون لا أها زورها زي ما أخويا بيزورها بس أنا بسأل عليها بالهاتف أنا أظن أن ده سبب وأن هي أنت حسة بأنك أنت بتتضرري منها لو بتسألها عنها بالهاتف ده ما يكفيش الأمهات بتحب دايما أنها تتلقى وتنظر في وجه أبنائها ولذلك أنا شايف أن ده مش كافي لو أنت بتسألي يعني أن أنت أدرى ما تكتفيش بقط تصال بالتليفون أنت لازم كمان تذهبي إليها وتبريها لأن جزء من البر الزيارة أن أنت تزوريها فأنا شايف أن جزء من البر لو كنت قادرة على البر وأنت لا يصلك أذم لأمك أو لا يعكر هذا صف وحياتك مع زوجك أنت لازم تكلمي زوجك أن أنت جزء من برك أن أنت تزوري أمك وليس له حق أنه يمنعك من هذه الزيارة وتزوريها في أوقات متقربة لأن هذا يدخل السلوء على قلبها وهذا من البر يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا وفصلنا في حديث من أجل حديث رسول الله سلم وتكلمنا على أن إزاي حديث رسول الله سلم الذي قوتي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم بيدلنا على حاجة مهمة جدا جدا بيدلنا على أن إحنا لازم ندخل في حما الله لازم نتبقى حياتنا مضمونة حياتنا مضمونة حياتنا محمية حياتنا مرعية حياتنا مكفية حياتنا مليانة نور ومدد من الله انطلقوا في حياتكم لا تخافوا من در حسي ولا من در غيبي ولا تخافوا من در إنسان فأنتم في حمى الرحمن اللهم ادم علينا البقاء في حضرتك والبقاء في نورك واجعل قلوبنا متيقنة بأنك حمانة وأنت سندنا وأنت عوننا وأنت مددنا يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي أنت مددي وأنت وحدك يا مولايا الذي بك يكون أمني فأمني بك على الدوام يا رب العالمي اشتركوا في القناة